في شأن الوطني تتواصل جلسة صلحية بين وفدي الجامعة العامة للنقل تابع للاتحاد العامة تونسي للشغل ووزارة النقل واللوجستيك في مقر الوزارة لبحث إمكانية رفع الإضراب العامة الذي دعت له الجامعة برا وبحرا وجو يوم غد الخميس ويحضر الجلسة الصلحية عن الطرف النقبية لمن العامة المساعدة المكلف بالقطاع العام وأعضاء الجامعة العامة للنقل كما يحضرها وزير النقل وممثلون عن رئاسة الحكومة